السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصحير امتحال الوطن الموحد للدورة العادية 2016 التمرين الثاني التهاب الشبكي السباغي مرض يصيب العينين ويؤدي إلى انحلال الشبكية وفقدان تدريجي لوظيفة الإبصار قد يصل إلى العمع لإبراز الأصل الوراثي لهذا المرض نقترح الدراسة التالية ترتبط عدة أشكال من هذا المرض بخلال في تركيب بروتين روضوبسين تتموضع الموردة المسؤولة عن مراقبة تركيب هذا البروتين على مستوى الزوج السبغي رقم 3 يقدم الشكل ألف للوطيقة واحد جزء من خيط القابل للنسخ للموردة المسؤولة عن تركيب بروتين روضوبسين عند شخصين أحدهما بمظهر خارجي عادي والآخر مصاب بالتهاب الشبكية السباغي ويمثل الشكل باء مستخلصا من جدول الرمز الوراثي بالاعتماد على شكلي الوطيقة واحد حديد متتالية الآيقين مساجاغ وسلسلة عديد البيبتين لبروتين روضوبسين عند كل من الشخص السليم والشخص المصاب ثم بيّن العلاقة موردة بروتين بروتين صفا إذن لدينا جزء من خيط المستنسخ أي القابل للنسخ انطلاقا من هذا الخيط سنحصل على الآيقين مساجاغ وهو سجدا حسب الشكل التسلس التالي هذا هو الآيقين مساجاغ ثم انطلاقا من الآيقين مساجاغ بالسعانة بالجدول على الشكل الباء سنحصل على متتالية الأحماض الأمينية إذن تكون آلالين، سيرين، ليسين، ليزين، لوسين، الميتيونين بعد ذلك الآيقين مساجاغ للشخص المصاب هو كالشكل التالي ثم منه نستنتج متتالية الأحماض الأمينية التي ستختلف عن الأولى بحيمض الأميني الفالين ثم بين علاقة موردة بروتين بروتين صفة إذن نلاحظ أن هناك اختلاف على مستوى القاعدة الأزوطية سي حيث استبدلت بآ على مستوى الوحدة الرمزية 23 هذا التغيير أدى إلى اختلاف على مستوى البروتين بحيث استبدل الغليسين بالفالين إذن هذا التغيير أدى إلى ظهور مرض التهاب الشبكي الموردة هي مسؤولة عن تركيب البروتين والبروتين هو المسؤول عن ظهور الصفة إذن هذه العلاقة تقدم الوثيقة 2 شجرة 7 إلى بعض أفرادها مصابون بمرض التهاب الشبكي السباغي وتبين الوثيقة 3 توزيع الحليلات المرتبطة بالصفة المدروسة عند أفراد هذه العائلة ثانيا بالاستعانة بمعضية الوثيقة 2 تبين أن الحليل المسؤول الحليل الممرض سائد ومحمول على صبغي لا جنسي بالنسبة له الحليل سائد أم متنحي نلاحظ هنا عند الفرد 1-2 عفر لديه حليلين حليل عادي وحليل ممرض سوف نرى مظهره الخارجي إذن إذا لاحظنا مظهره الخارجي سنرى بأن 1-2 مصاب إذن الحليل المسؤول عن مرض سائد هل هو محمول على صبغي جنسية أم لا جنسية بالنسبة للصبغي إغغاية فهو ليس محمول على صبغي إغغاية لأنه يصب الذكور والإنث إذا لاحظنا جيدا الجدول نلاحظ بالنسبة لبعض الذكور مثلا لدينا الذكر 1-1 لديه حليلين ونعلم أن الذكور لديهم نمط ولاتي إكس إغغاية بالنسبة للصبغي جنسية أي لديهم صبغي جنسي إكس واحد أي سيكون لديهم حليل واحد من المورطة المدروسة ونلاحظ هنا حليلين إذن فهو ليس محمول على إكس إذن فهو محمول على صبغي جنسية بالنسبة للسؤال الثالث حدد احتمال إنجاب طفل سليم في حالة زواج الفرضين 3-3 و 3-4 علل إجابتك بالإستعانة بشبكة تزاوج استعمل الرمزين أكبيرة وأي صغيرة للدلال على حليلين المورطة المدروسة سنستعمل في هذه الإجابة أكبيرة وأصغيرة لدينا الفرض 3-4 3-4 فهي أنت مختلفة الإقتران حسب الجدول مصابة ومختلفة الإقتران الفرض 3-3 كذلك إذا لاحظنا الجدول سنجد بأنه يحمل حليلين يعني حليل مختلفين يعني مختلف الإقتران يحمل الحليل العادي والحليل المهم إذن أمشاج ألماط الأمشاج إذن 3-4 سينتج نوعين من الأمشاج وكذلك 3-3 سيعطي نوعين من الأمشاج إذا أنجزنا سبكة التزاوج التي ستكون على الشكل التالي فسنجد أن 25% متجابة الإقتران بالنسبة للحليل الممرض 25% مختلف الإقتران 25% مختلف الإقتران و25% تنائي التناحي بالنسبة للحليل العادي بالنسبة للإحتيام الإنجاب طفل السليم في هذا التزاوج وهو 25% في المئة حسب شبكة التزاوج وهنا تنتهي الإجابة على هذا التمرين